المدافع هنا تقول كلمتها صادقة لا تكذب ميدان مغلف بالجحيم يستعد للحرب مناورات مضادة للردع هنا ومحاكاة لدفع الاحتلال هناك عشرات السفن والطائرات الحربية الصينية تشق مضيق تايوان بينما تلبذت السماء بالطائرات الحربية المقاتلة في مناورات قالت عنها تايوان انها تسير وفق كتيب عسكري حيك في بكين عنوانه الغزو وتغيير الوضع القائم في المضيق والمنطقة كلها بحسب الخارجية التايوانية كل ذلك يتزامن في الوقت الذي اطلق فيه الجيش التايواني سلسلة مناورات عسكرية مستمرة وبالذخيرة الحية تحاكي صد هجوم يستهدف الجزيرة يتدرب الجنود في مناورات لإطلاق مئات الطلقات المندفعة من فوهات هاوتزر الأمريكية وقذائف الهون وفي محاولتها لتثبيت اختلال الأرض التي اهتزت جغرافيتها بسبب زيارتها تطمئن رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي تايوان بالقول ان واشنطن لن تسمح للحكومة الصينية بعزل تايوان معتبرة في تصريحات اعلامية ان الرئيس الصيني في موقع هش اقتصاديا ويحاول عزل الجزيرة وفي مفارقة عجيبة تتعهد كوريا الجنوبية احدى اقدم حلفاء واشنطن في منطقة المحيط الهادئ وكذلك الصين بتطوير علاقات اوثق والحفاظ على استقرار سلاسل التوريد الصناعية في دلالة يرى فيها عدد من الخبراء انها اختراق للتعقيدات المفروضة على تلك الدول الباحثة عن اقامة علاقات مدية مع الطرفين في ذات الوقت بكين وواشنطن كرة النار تكبر في المضيق وتشير الى جبهات مضادة تغذيها تصريحات سياسية تدفع بخط النار الاول للاشتعال